صراحة ما حد كان يتوقع هذه الأحداث اللي حذثت بمباراة اليوم دائماً احنا نقول أنه أخوة يوسف وغيرها والبعض من الخليج العربي هو ما يتمنى الخير للعراق وما يحب العراق وفقط يعني تصريحات وأقاويل أنه احنا العروبة وأنه احنا أخوة وأنه احنا جيران لكن أنت من تجي للحقيقة ومن تجي لبعض التفاصيل تشاهد كثير من الأمور ليس فقط بكرة القدم حتى ببقية الأمور إن كانت اقتصادية سياسية غيرها فدائماً ما يكون العراق مظلوم مع بعض من أخوة يوسف ما أعرف ليش يعني هذا الحقد على العراق هذا الظلم على العراق يعني أنتوا دائماً يشوفون رغم كل شيء العراق ما دئيدة للجميع رغم كل شيء العراق ما فد يوم قصر ويا أحد إنه كرة القدم تروح وتنتهي وغيرها أمور تروح وتنتهي لكن المواقف تبقى الرجولة تبقى كل شيء يبقى بس أكو تصرفات وأمور تصير معيبة في مباراة اليوم ما حدث مع منتخبنا الوطني الظلم التحكيمي اللي شاهدنا بكثير من التفاصيل هسا هنتحدث عن منتخبنا نتحدث عن منتخب الكويت نتحدث عن أمور أخرى لكن من أنت تطرد لاعب بالدقيقة ثلاثة طرد ما أتوقع يعني أغلب المحللين أغلب الفنيين أغلب المختصين حالة طرد يعني بصراحة معيبة جدا حالة طرد اللي انطرد بها ريبين بالدقيقة الثالثة حالة معيبة جدا ما أعرف شنو الغاية من هذا الطرد اللي أراد بيه الحكم الياباني أنه يتوقع أنه العراق رح ينهار أنه العراق ما رح يسيطر على المباراة لكن أنا أعتبر تعادل بطعم الخسارة للمنتخب العراقي لأن بصراحة أضعف منتخب من بين كل منتخبات الشاركة وكل منتخبات اللي تريدت أهل الكأس العالم وبالأخص بمجموعتنا أضعف منتخب قابلنا هو المنتخب الكويتي اليوم كان بالإمكان أنه على الأقل تقدير أنه إحنا نطلع بهدف لكن هاي مكان يتلاعبينه دائماً شناً نعول عليه خط الدفاع ونقول يا با خط الدفاع نحتاج مدافعين البعض كان يتوقع أنه إحنا ضد المدرب بالعكس اليوم المدرب ماكو شي ما عمل به ماكو خطة ما عمل بيها ماكو لاعب ما زجه اليوم منو كان بالبال دانلو لعب دانلو زيادانق بال لعب زيادانق بال علي الحمادي لعب علي الحمادي صفاء أميمي لعبه صفاء أميمي لكن رغم هذا الظلم التحكيمي كثير من الأمور اللي بصراحة نفسياً أثرت على المنتخب تدق ركلت جزاء وبعدين ترجع على الفار تلغي ركلت جزاء زيادان مراقب خط اللي أشر أنت ما تصدق تكون ركلت جزاء يعني هذا الحقد على العراق شنو هذا الحقد على العراق ليش هذا الحقد على العراق قبل ما شنتوا يجي تحقدون على العراق قبل شنتوا تخافون من العراق كان قارسكم العراق بس هسه أنتوا البعض منكم متمادي للأسف تجون ونرحب بيكم ومحترمين ونفتح بيوتنا ومحلاتنا وكل شي نفتح لكم حتى اليوم مخرج البث ما طلع الجمهور العراقي بلقتين ثلاثة ليش ليش مباراتنا مع عمان مخرج البث دائماً يذهب على الجمهور العماني هجم للمنتخب العماني يذهب هدف للمنتخب العراقي يذهب على المنتخب العماني حالة خطرة يذهب اليوم حتى جمهورنا ما شاهدنا ما أعرف هذا الظلم هاي الحرب النفسية على العراق وعلى المنتخب الوطني غريبة تصريحاتكم الرنانة واحد يقوله زيني شواربي وواحد ما أعرف شي يقول ما أعرف زيني شواربك بعدك ما أعرف ويعني إتوش تتوقعون بهاي تصرفاتكم أنه العراق رح يهابكم أنه العراق رح يتجنبكم لا أنت ولا الأكبر منكم احنا في يوم من الأيام أنه أهاب العراق بس هي ظروف الصير بالبلد ممكن البلد يعني يمرض لكن أنا دائما أقول العراق بالفعل تنطبق عليك كلمة يا مرض لا يموت تصريحاتكم وحاربكم حجة مهور وما تدخل إلا حجز بطاقة وحجز فندق وغير ليش شو من جيتوا بكاس الخليج أفرشنا لكم عين غطة وعين أفرش ما تغذر بيكم هاي مو رح تجونه همينه يطلع إشكام متملق ويقول يلا إحنا نختلف وإحنا أهل كرم وإحنا وإحنا لا أعامل بالمثل أعامل بالمثل شون تحاملوا يا جمهوري أتحاملوا إياهم شون تحاملوا ببقية الأمور أتحاملوا إياهم ببقية الأمور مول هالدرجة إحنا مو يظلون الناس ما ينطونه قيمة وإحنا ننطيهم قيمة من هو الكويت بالنسبة للعراق بس هذا ما نشاهده بالعاونة الأخيرة البعض من الدول العربية واللاعب عليكم للأسف وصلنا 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 هيتش مرحلة شنو لعدكم زين انتو شنو لعدكم زين التنظيم اليسر رح نشاهد الخروقات بالتنظيم وين الاتحاد الآسيوي وين الاتحاد الدولي ورح نتحدث انه الاخطاء اللي صارت عندكم هاي لو صايرة بالعراق الدنيا تنقلب لو صايرة بالعراق يرجع الحضر علينا